اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ومثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن شعار فيكتوريوس البحرين حقق العديد من الإسهامات لمملكتنا الغالية من خلال فريق باريس افسي الفرنسي في دور الدرجة الثانية لكرة القدم معربا سموه عن تقديره للجهود البارزة التي بذلها الفريق في الدوري وتحقيق المركز الخامس في الدوري والبقاء في دائرة المنافسين على حجز بطاقات الصعود للدرجة الأولى وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالانتصار الذي حققه باريس افسي على شامبلي بثلاثة أهداف مقابلة لشيء في الأسبوع الثامن والثلاثين للدوري الفرنسي مشيرا سموه إلى أن النتائج المتميزة التي سار عليها الفريق في الفترة السابقة تعكس اهتمام الإدارة ودعمها للفريق وحرص الجهازين الفني والإداري واللعبين على بذل الجهود وتحقيق النتائج الطيبة وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن شعار فيكتوريوس آل بحرين يعتبر العلامة المتميزة في الدوري الفرنسي وقال سموه نحن سعداء برؤية اسم المملكة في الدوريات الأوروبية وهذا جزء من المساهمة في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين حيث سنمضي على تحقيق رؤيتنا المستقبلية في العديد من المجالات وأهمها الجانب الرياضي وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره للجهود البارزة التي بذلها اللاعبون في مباراة شامبلي وفوزهم بثلاثية نظيفة اشتركوا في القناة